موسيقى يو 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 السلام عليكم عشال جعلان كيف رأيكم ؟ قبل من هذا الشيء كامل أريد أن أتحايل شئ ناس هذه الناس أقول لهم ما الذي يتفرجون من الفيديو من الثانية الأولى حتى الآخرين يوجد فيه فأريد أن أقول لكم رو الله ييتأ أحبكم من كل أعماق قلبي المهم الفيديو عدتني في هذا الشيء فهذا يعني الرجل اللعب غدا إن شاء الله وكيف عدت هنا نجيكم توقع تشكيلها وكيف ندعو علمات في جميع النواحي لهذا لكي ندعو في الفيديو لدينا دعو لي لديك لايك لكي تحفيزه لكي يظهر على أغلب الجارات هبطت أبونا عدنا في الشيء الأولى والشيء الثاني حتى هي وإذا أريد أن تنضم الإنستغرام فأريد أن أقول لك مرحبا بك درسيت شيء كامل وكيف ندعو يا الله بنا نبدأ نستطيع أن نسمي هذا الماتش آخر ماتش هذا الشهر في البوطولة الوطنية هذا سيكون آخر ماتش في البوطولة الوطنية والسبب سأكون نعرفنا القليل الذي لم أعرفوه والذين لم تفعلوا فيديو البوطولة ستوقف حتى الرمدان يعني حتى الشهر الربع أنا وأنت أعرف لماذا توقف البوطولة المصالح سأكون نعرفوه الذي لديه أمو في الكوزينة أرى أنه سيكون ماتش خاطئ نعمل المهم الراجع كونتر النهضة البركانية الماتش الذي في جميع الأحوال سواء كانوا الفريقين في أحسن الأحوال سواء كانوا في أكفز الأحوال سواء كانوا يكون ماتش أصلاً أي فرقة تلعب الراجع فرقة تقول نادية غدا سترى ليفربول لابس الليموني الماتش إن شاء الله الذي ستلعبنا لحد الساعة الثامنة ونصف قناة نقل وهي الرياضية الملعب وهو الملعب البلدي بركان بحكم نبيل بن رقية غدا سيقضينا الضربة والثاني المهم كنا نذكر المباراة التي كانت لعبت في العربي الظوالي والذي كنا نخسرنا فيها بجوج الواحد من بعد ما كان مدرب وهو لساعة جردة الشابي سنفعل شيء كامل حينتش الماتش يبقى اللور ونحن نشوفوه هذا الماتش نريد منكم ولو ترجعوا لنا غير الرباح اللي فاتش صافي وخل المباراة سنرى أنها شبه صعبة خصوصا أن المدرب ستكون عنده آخر فرصة حل اسميلا لم يربح فهو يدوروا لي خصوصا أن النهدة بركان خسرت أخر ما تلاف البطولة تحسنيت أي قدير فهو ستعود ثلاث نقاط والماتش ستعرفين من اللعوبة وبحوضة الجماعير وبغياب فرق كل الضغط سيكون على اللاعبين ولكن نحن يتوقعون فيهم ومن جهة أخرى أن المدرب راشد طاوسي سيكون لأول ماتش رسمياً مع النوسور من بعد كل من البكاري إضافة المباركي هم الذين يشرفون فهو السنوات عندما نتوقع لأن الجلد لا تريد الماتش لا تريد أن نتوقع ونقول لك سير الله يرحم لك الوالدين هذا لا أعرف أن يمشي وماذا يمشي نرى ترتيب الفريقين أو أن يمشي الغيابات لما يمشي دومين في يوم بالصحة المهم سنرى الترتيب للفريقين كلنا نعرف أن الراجع في المركز الثاني فارق ثلاثة نقاط هذا الفيديو يتصور نهار جمع بالليل يعني فارق الويداد باقي ملعب فهفوز النوسور سأعطى شحنة إيجابية لأنه يكمل في المعصر في البطنة خصوصاً أنه حالياً أو مزير الويداد وأي تعطر له فارق ثلاثة قفية ويقوم باقي الساعة أو فارق بخصوص نهضة بركان الذي كان في المركز الخامس بمجموعة 18 نقطة من أصل 19 ماتش يعني فارق ثلاثة سيحاول أقلب الفوز له لأنه يحيد من قدام الجيش والمغرب الفاسي والدي بلاسا في المركز الثالث مرتاح سنرى الغيابات ولكن سنرى غير الغيابات لأنه الغيابات بكل واقعية لا أعرف أي شيء الغياب بصراحة المؤثر ومؤثر بكثيرا هو زكريا الوردي الذي سيقوم أقل شيء هو ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر سيقوم بزكريا الوردي بعد أن يقدم واحد الأداء لبطولة بالصحة ولكن أرى العين حق علينا وأكيد لا ننسوا أن الحافظة التوراة كانوا يقوم بأنه سيقوم بثلاثة أشهر بعد العملية الجراحية فرمشة ما يقارب نصف موسم سيقوم بثلاثة أشهر لنرى الحافظة سيقوم بإرادة ونستطيع أن نقول أنه لم يترجع المستوى فرمشة ما هو بالشفاء العاجل وزكريا وترجع لنا وتحرط لنا وإن شاء الله سنرى أقوى مما كنت فأنات أتمنى أنك تنتهي لك تفرج شدعي وزوية تكون في حق زكريا الوردي الثاني غياب هو أنا أزنيتي والجميل في المباراة هو لا وجود الغيابات بخصوص يونس مختار فأنتم تأهيله وأخيرا هو البداوي وبقية اللاعبين يعني حاليا غيابة فرم يكون عارف مدليه والمدرب والذي يختار لعبين الذين يرافقون البركان ويختار لعبين الذين يبعدون خصوص البهجة سأرجع من بعد سألت العقوبة سوف يمشونيشا سأضع التيران وسأبدون تراسي لا تنسى تشكيل ذلك في الكومنتر المهم في الشبكة قيم رباح تراسي يا معلم الدفاع كتب لي أحسنتونائية وعندما يكون شيئا نحاول أن نأكد حركز في الجانب بوطويل وعباد الله بوطويل بوطويل الأظهرة كتب لي أحسنتونائية في الظاهر الأيمن مذكور وفي الظاهر الأيصر الناهري بلما تلعبنا الناهري في الظاهر الأيمن حتى بكل واقعية رأيك يكون فيه ميت سأذهب الخط الواسطة مع غياء بذكرة الواردفار أحسنتونائية كتب لي فضل ماتش وماذا هي زريدة في الجانب المقعازي أما بخصوص ألعاب وكيف مقلته في الماتش الذي فات نقومه كيباليا مناسب كجناح خط الهجوم خط الهجوب رأس حربة كيباليا ناضي حميد أحداد والجناح أحسنتون كيباليا 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 من إقحام جديدة خاصة معه سوف يدخل سوف يدردك اليوم في الأول والآخرة تحت المنظور فهذه تشكيلك مناسبة تشكيلك مناسبة تشكيلك في المترجم في المترجم في المترجم